اشتركوا في القناة وبهذه المناسبة كدى سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مشاركة الفريق الملكي للقدرة في بطولة العالم تؤكد مكانة القدرة البحرينية في حضورها القوي والمتميز في أكبر بطولات العالم للقدرة ويتوافق مع رؤية حضرة صاحب الجلال الملك المفدى حفظه الله ورعاه في استغلال الجانب الرياضي تعزيزا للرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 وأوضح سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة أن رؤية علم مملكة البحرين في حفل الافتتاح وقرية البطولة يعتبر فخرا واعتزازا بالحضور القوي لمملكتنا في كافة المحافل الرياضية الكبرى واستغلالها بأفضل صورة وأشهد سموه بالفقرات التي شهدها حفل الافتتاح والتي تجسد تلاحم المنتخبات المشاركة في البطولة وحرصها على التواجد في الافتتاح واضح سموه إلى أن التميز البحريني في حفل الافتتاح يأتي امتدادا لحرصنا على المشاركة في مثل هذه الاحتفالات وتمنيا سموه كل توفيق والنجاح للفريق الملكي في البطولة وشارك الفريق الملكي في حفل افتتاح البطولة حيث رفع فارس الفريق الملكي عبد الرحمن الزايد على مملكة البحرين خلال الحفلة الذي أقيم في مدينة بيزا بحضور مسؤول الاتحاد الدولي للفروسية شهد حفل الافتتاح فقرات متنوعة بمشاركة واسعة من المنتخبات المشاركة بحضور مسؤول الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد الإيطالي نظرا للإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا فقد أقيم حفل الافتتاح في ميدان عام بمدينة بيزا الإيطالية ومثل الفريق الملكي الفارس عبد الرحمن الزايد